بعد أيام على اتهام الرياض ميليشي حزب الله اللبناني بإرسال خبراء لمساعدة ميليشي الحوثي على إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة تجاه السعودية تساعدت مجددا حدة التصريحات التي تعكس استمرار وعمق الأزمة بين لبنان والسعودية وتحديدا بين ميليشي حزب الله والرياض الجديد هو الهجوم الذي شنه نائب الأمين العام لميليشي حزب الله نعيم قاسم قائلا إن الحزبة سيرد على السعودية ردا وصفه بالحاسم تصريحات نعيم قاسم سبقتها تصريحات أطلقها السفير السعودي إلى لبنان وليد بخاري هاجم فيها ميليشي حزب الله قائلا إن أنشطتها العسكرية تهدد الأمن القومي للدول العربية السفير السعودي ذهب أبعد في مخاوفه من تحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصاليحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها في إشارة إلى إيران التي ترعى هذه الميليشي ويأتي هذا التراشق بالتصريحات بعد أيام من اتهام تحالف دعم الشرعية في اليمن إيران وميليشي حزب الله بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة ميليشيا الحوثي على إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه السعودية من المطار وتدريب ميليشيا الحوثي على تفخيخ واستخدام الطائرات المسيرة في مطار صنعاء وهي الاتهامات التي اعتبرت الميليشيا أنها لا تستحق التعليق أو الرد عليها ويعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية كبيرة فقمتها العقوبات الدولية عليه بسبب نشاطات ميليشيا حزب الله وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن وتطالب السعودية لبنان بإيقاف هيمنة ميليشيا حزب الله على مفاصل الدولة وإنهاء حيازتها واستخدامها السلاح خارج إطار هذه الدولة مطالب يؤكد مراقبون أن العلاقات بين البلدين لن تتحسن دون أن تشرع الحكومة في لبنان بتنفيذها اشتركوا في القناة